نهارده حصل أزمة ما من نادي سوار الغيني معرفش ياخد تصريح السفر فاتأخر وصوله فهيلعب بكرة المباراة أمام نادي الزمالك ولا لأ الحكاية هو طلب التأجيل 24 ساعة أعتقد أن الزمالك كمان لازم يكون لي رأي في هذا الأمر هيوافق ولا يرفض الكاف موقفه ايه تفاصيل كتيرة نفهمها أكتر من الأستاذ أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك فاندم مشرف ومنور الله يخليك في الكريم تسلم ربنا يخليك كله بخير يا رب دايما بخير والله الحمد لله ممكن ممكن حركة تشرح لنا الوضع بالنسبة لهذه المواجهة غادر ان شاء الله وموقف سوار الغيني بصحك هم بعثوا مخطبة طلب للتأجيل 24 ساعة بدعوة أن فيه تأخر في الإجراءات من السفر بالنسبة لهم لكن الطلب رفت تماما لأن عندنا سفر يوم لتنين الصبح والتأجيل شبه مستحيل فابلغناهم برفضناه فانتظار حاجة من اتنين يا هما يعني يبلغوا بكرة رسمية ان هما مش هيقدروا ييجوا وبشكل رسمي وده اعتبر انسحاب وفي الحالة دي خلاص حيتفك المعسكر ونستعد بعد الصفر تاني يوم أو ان هما ما يبلغوش بأي حاجة خالص ونضطر نروح الملعب ونعدي مدة عدد دقائق مؤينة وبعد كده الحكم يطلق يعني صفرته بنتاء المباراة وهو اعتبرهم منسحبين فهو الاقرب ان المباراة مش هتقام الله اعلم يعني مفيش المعلومة بس يمكن يوصلوا بكرة فجأة اه ما بلغوش هم حتى ان هم مثلا بيحاولوا ولا ممكن يحجزوا بكرة السبح ولا اي تفاصيل يعني حتى في العلاقات العامة ولا التفاصيل اللي استيبالوا الكلام ده كله مش موجود لا لسه ما فيش الكلام ده خالص طيب ان شاء الله ان شاء الله سيد احمد هتسافروا امتى الى السعادية لمباراة يوم لاثنين باذن الله يوم يوم لاثنين ان شاء الله طيب